موسيقى أهلا مرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي قبل 43 سنة من اليوم وبالتحديد في عام 1979 قررت الحكومة نذاك إنشاء مكان أو تخصيص مكان لما كان يسمى مصلحة السينما والمسرح وأنشئ هذا المكان أو خصص هذا المكان مقابل فندق ميليا المنصور في منطقة الصالح مجاور وزارة الإعلام سابقا يعني أعطيت الأرض المناسبة لهم وبدأوا يبنون به وكلفت شركتين شركة فرنسية بنت المكان وشركة سويسرية أثثت المكان هيئته وكملت كل نواقصة وأجهزته وعبارة عن المكان مكاتب ودوائر خاصة بمصلحة السينما والمسرح في ذلك الوقت الذي كانت تسمى وأيضا يحوي المكان مصرح سمية بمصرح الرشيد وافتتح عام 1981 يعني قبل 41 سنة يعني خلال سنتين تم بناء هذا الصرح عام 1981 وافتتح هذا المكان في عام 2003 طبعا وبقت يعني مارزت بي أعمالها مصلحة السينما والمسرح التي تحولت فيما بعد إلى هيئة العامة للسينما والمسرح وهكذا وهي مؤسسة تابعة لوزارة الإعلام مرة ووزارة الثقافة عندما تلغى وزارة الثقافة وتدمج مع الإعلام تتحول إلى وزارة الإعلام هكذا وهي بين الثقافة والإعلام كانت تابعة وهي دائرة السينما والمسرح سميت فيما بعد وكان هذا المسرح مسرح الرشيد يعني تعقد في نذوات كثيرة احتفالات كثيرة يعني أسابيع شعرية مهرجانات شعرية مهرجانات مسرحية تعرض بعروض كثيرة كثير من الأنشطة الثقافية والفنية تعرض فيه وكانت دائرة السينما والمسرح تستغل بهذه الطريقة ومنظف فيها هناك في عام 2003 وأثناء العدوان الأمريكي الغاشم على العراق عام 2003 واحتلاله فيما بعد قصف هذا المكان قصفه شديده يعني دمر هذا المكان دمر مسرح الرشيد وبقي الحال على ما هو عليه وتحول هذا المكان إلى يعني مكبل للزبالة مكبل النفايات الحقيقة وكان يعني دارة السينما والمسرح ذهبت إلى المسرح الوطني موظفيها وكل وتبعوهم إلى يعني وزارة الثقافة لأنه لغيت وزارة الإعلام في هذه الأثناء كانت هناك نقاشات مثل ما يعني سمعنا وكنا نسمع بين الموظفين في السينما والمسرح وبين كثير من المثقفين والفنانين ومعارفهم وكذا استطاعوا أن يجمعوا مبلغ كبير بهذا الاتجاه لأن الدولة غير مهتمة لا أقول الدولة الحكومات المتعاقبة من عام 2003 لحد شهر 12 الماضي 2021 لم تكن تهتم بكل تفاصيل هذا الذي يجريه وبالتالي جمعوا مبالغ فيما بينهم وبتسهيلات معينة استطاعوا الحصول عليها استطاعوا إعادة بناء وتأثيث هذا المكان المسرح وعاده وافتتحوه في شره 12 يمكن يوم 17-12 2021 يعني قبل حوالي شهر من الآن بعد افتتاحه خلال الأيام الماضية وإذا بوزارة الإعمار والإزكان ترسل كتاب تقول إنها يعني تعطيهم مهلة 14 يوم لكي يفرقوا المكان لكي تأتي لتهدمه لأن هذه الأرض التي شهدت عليها المسرح قبل 43 سنة هي تعود إلى وزارة الإسكان الأعمار والإسكان وهي الآن تريدها هذه قضية غريبة عجيبة يعني مكان منشع عليها ومكان يرتبط بثقافة وفنون أجيال معينة وبأساتذة مسرح وبمسرحين وفنانين ومثقفين ورواد وشعراء يأتون يهدمونه لكي يقيموا بدلا عنه مول مثل ما سمعنا أو ربما وبالتأكيد أن المكان قد بيعت أرضه إلى شخص معين دخلت فيه يعني هاي دائرة الفساد والخراب والسمسرة وبالتالي يجبرون الناس على أن يهدموا لهذا المكان خلال 14 يوم يعني هذا يجرنا الحديث ربما يعني بعد أيام أو خلال الفترة القادمة والبعض يتساءل طيب يعني ما مصير مثلا نصب الشهيد هل سيأتي الدور عليه والبعض يستغرب لماذا لم يأتي الدور على نصب الشهيد لحد الآن ولم يهدم ويحول إلى غير شيء نصب الجند المجهول لماذا لم يغير البعض يقول أنهم يختاضون من اسم الرشيد يعني مثلما فعلوا مع تمثال الرشيد ازالوه مثلما فعلوا وأهملوا شارع الرشيد لأنه يرتبط باسم الرشيد هارون الرشيد باني بغداد وبانيها ابو جعفر المنصور لكن هو من ازدهرت في زمنه بغداد وتطورت وكانت قبلة الدنيا وكانت عاصمة الدولة العباسية هم لا يريدون هذا هناك أحقاد طائفية أحقاد لا أعرف كيف يفسرونها منطق غريب عجيب وبالتالي يريدون أن يشطبوا هذا الاسم وهذا الاسم يجب أن يشطب وجزء من عنده هذا مصرح الرشيد يجب أن يشطب كيف تفسر هذا الموضوع كيف تفسر أن حكومة أو حكومات تدعي أنها أو قوى سياسية جاءت من أجل رفاهية الشعب من أجل رفع الدكتاتورية من أجل الديمقراطية من أجل الحرية من أجل الزهار بالتالي تذهب إلى محو تاريخ العراق إلى نسف تاريخ العراق إلى تصفير الذاكرة العراقية هل يعقل هذا؟ أن نصفر الذاكرة العراقية ونعتمد على ذاكرة يبنونها هم هؤلاء بفسادهم وخراهم ودمرهم ماذا بنوهم؟ طوال هذه 19 سنة ما يقرب أكثر من 19 سنة بالحكم ماذا بنوهم؟ ما الذي بنوه؟ ما هو هذا السؤال؟ لم يبنوا جسراً واحداً لم يبنوا مستشفى واحداً لم يبنوا مدرسة لم يبنوا جامعة لم يعبدوا طريقاً لم يبنوا أي صرح ثقافي وبالتالي كل الصروح حتى البيوت التي يسكنون بها كانت لأنظمة سابقة قصور التي يسكنون بها هذه في المنطقة الخضراحية لم يبنوها إذا كانوا هم حاقدين على كل شيء خربوا كل شيء وخرجوا إلى الشوارع وعودوا بالخيب هذه قضية غريبة اهدموا الجسور لأنه ما قمتوا هذه الجسور واردموا نهر دجلة لأنه دجلة يعني من شقة طرعت في زمنكم واردموا الفرات وانهوا بغداد وشيلوا بغداد واندوها الغير مكان هذه قضية غريبة عجيبة ثقافة العراقين لا يمكن محوها بهذه الطريقة ثقافة الجمعية العراقين لا يمكن محوها بهذه الطريقة لأن الناس تسأل ماذا بنيتم أنتم لكي تهدموا أنتم أداة للهدم فقط يعني معدين للهدم والتخريب والتدمير والسمسرة والسرقة والفساد والناس بذاكرتهم بتهريخهم بثقافتهم بفلونهم بفهمهم بعلومهم لا يستحقون شيئاً هذه الغريبة العجيبة والأغرب من هذا أن مجلس الوزراء طلعنا خبر أنه صوت مجلس الوزراء لجعل الأرض التابعة لوزارة الأعمار والسكان تابعة لوزارة الثقافة ظن كنتم بعد 11 سنة عندما الناس ظاهرت وعندما الناس أثارت هذه القضية ووزارة الإسكان وكفة بآليات تريد تهدم المكان تريدون تسوين هذه القضية وتلبسون الناس جميلة أنه أنتم دافعتم عن الثقافة ودافعتم عن المثقفين هذا كذلك أنتم ملة مثل ما قال كثير من ما سمعتهم تتحدثون عنه أنتم الشعب لا يريدكم ولا يحبكم ولا يحترمكم ولا يريدكم وهؤلاء أهل العراق هم الذين سيبقاهون وسترحلون أنتم فتركوا لأهل العراق ثقافتهم وحضارتهم وصروحهم وكل ما يملكوا هذا ملكهم وليس ملكهم هذه الحقيقة ربما وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير أعزاء المشاهدين وأدعو الله أن يسلم كل حضارة العراقين وأن يعيد إلى العراق والعراقين الزهوة والتمتع بثقافتهم وبخيراتهم وبازدهارهم وببطنهم السالم وباستقلالهم وسيادتهم ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم موسيقى 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 موسيقى